موسيقى للبقرة كرامة محفوظة في سويسرا ولها بعض حقوق البشر هناك فتستخرج لها شهادة ميلاد وبطاقة هوية تحمل اسمها وتحفظ نسبها وعمرها صحة البقرة غالية جدا حيث تتحرك الجهات المختصة لنقلها إلى مراكز العلاج بمروحية عامة إذا أصيبت بالتعب والعياء أما إذا حدث وفارقة الحياة فالملف لا يقفل بمجرد إعلان صاحبها عن الخبر المفجع بل تفتح السلطات الأمنية تحقيقا في ملابسات الوفاة فهل تصل شعوب بعض دول العالم التاسع عند حكوماتها يوما إلى المنزلة الرفيعة لأبقار سويسرا إلى العنوين لكل دجاجة ديك ولكل أتاكامز أوريشنيك بوتين يطلق صاروخه ويعدل العقيدة النووية لعبوني معكم وأنا أحضر لعبي كيم جونغ أون يتفقد أحدث أسلحته التدميرية اجعل المصريين يحاربون المصريين نبوءة تلمودية متممة للدعوات الإسرائيلية إلى فتنة سنية شيعية شيخ شيعي لبناني أهل السنة فتحوا لنا بيوتهم وقالوا لنا لكم صدر الدار مجتمع السنة بينحط على الرأس مسؤول في حزب القوات اللبنانية يشيد بالسيد نصر الله ويصفه بالشهيد على الأليلة استشهد بأرضه وما ترك شعبه هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن يعتقل فيها ناتينياهو وغالنت المطلوبان للعدالة الدولية مرحبا هل وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأحرف الأولى على الحرب العالمية الثالثة قبيل مغادرته البيت الأبيض ليطوق أوروبا بدخان أسود يعيدها إلى القرون الوسطى فيتحقق تنبؤ الراحل وليد المعلم بمحو أوروبا عن الخريطة الولايات المتحدة تسخن على الجبهة الأوكرانية الروسية فتمنح كياذ ألذن بضرب عمق الأراضي الروسية بالصاروخ الأمريكي بعيد المدى الذي يعشق زيلنسكي تفاصيله وقوامه التدميرية الشامل أكثر من عشق بايدن للأيس كريم القصة وما فيها تنطلق من صحف كبرا هي نيويورك تايمز ورويترز وأكسيوس التي أفادت للعالم يوم الثامن عشر من نوفمبر أنه على شفير حرب عالمية جديدة بقولها إن جو بايدن وبعد طول انتظار منح أوكرانيا الضوء الأخضر لضرب الأراضي الروسية وذلك باستخدام الصواريخ الأمريكية التي سلمت لها أتاكامز وما أدران ما أتاكامز لكن بوتين يدري وقد أنزل إلى السوق صاروخ أوريشنيك أما أتاكامز الأمريكي بعيد المدى فهو قادر على الوصول إلى عمق الخريطة الروسية وتكفي أثمان بضع صليات منه لإنهاء مجاعة حرب السودان صاروخ أمريكا المرعب المسمى أتاكامز شبح يرعب خصوم واشنطن ويقلب حساباتهم رأسا على عقب دخل الحرب واخترق عقرى دار الروس لأول مرة منذ بداية الصراع ألم يحذركم القيصر من قبل؟ فقد تستيقظون فلا تجدون أوكرانيا على الخريطة أتاكامز تزخر بها ترسانة القوات البرية الأمريكية منذ ألف وتسعمائة وتسعين تم تصميمها كسلاح موجه في وقت كانت واشنطن تعتمد فيه بشكل الرئيس على القنابل العمياء والذخائر غير الموجهة تقارب تكلفة الصاروخ الواحد مليونا ونصف المليون دولار أمريكي تلك الصواريخ يمكنها الوصول إلى أماكن أبعد داخل روسيا مقارنة بأي صاروخ أوكراني آخر العين الروسية بالعين الأوكرانية وصاروخ موسكو بصاروخ واشنطن والمثل الروسي يقول لكل دجاجة ديك ولكل أتاكمز أوريشنيك صاروخ أوريشنيك الروسي الجديد يرفع وطيرة الصراع بين كييف وموسكو يمتاز بقدرة فائقة على حمل رؤوس نووية متعددة وسرعة تفوق 12 ألف كيلومتر في الساعة عوضا عن ذلك يهاجم الأهداف بسرعة تتراوح بين كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات في الثانية قوة النارية يصعب اعتراضها إن لم يكن مستحيلا فوتين يؤكد استحالة اعتراض صاروخه الأسرع من الصوت ويهدد بأوريشنيك أوروبا الشلفة يعني بأسرها بوتين يعدل العقيدة النووية الروسية من البادئ أظلم إلى البادئ أحوط والرد سيكون بالجملة وليس بالمفرق فنعيما أيها المخدعون لعقود بروايات التسامح وحقوق الإنسان لقد كشف أباطرة الشرق والغرب عن ثقافتهم الحقيقية في أعقار ديارهم هذه المرة وليس على أراضي المستضعفين في أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوافق على عقيدة نووية جديدة وتنص العقيدة على أن روسيا قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية في حالتين الأولى إذا تعرضت لعدوان من قبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية والثانية إذا تعرضت لهجوم جوي كبير باستخدام وسائل غير نووية بما في ذلك الطائرات بدون طيار الوثيقة تبرز أيضا أن أي عدوان من قبل دولة عدو في تحالف عسكري ضد روسيا أو حلفائها سيعتبر عدوانا من التحالف بأكمله ما يزيد من احتمالية الردع النووي إذا توقفت أجهزة الصراف الحربي الأمريكي في عهد ترامب الثاني عن الدفع لأوكرانيا فإن حياة جيش أوكرانيا ستمسي صعبة وستدخل كياب في العناية الفائقة ومرحلة التنفس الاصطناعي بحسب الدكتور فلاديمير زيلنسكي ساعة استلام ترامب السلطة في الولايات المتحدة تقترب وباقترابها تزيد مخاوف زيلنسكي من قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن بلاده والنتيجة بالنسبة للرئيس الأوكراني بديهية لا لبس فيها إذا قطعوا عنا المساعدات أعتقد أننا سنهزم لكن بالطبع سنبقى وسنستمر في القتال لدينا إنتاجنا الحربي لكنه ليس كافيا للانتصار وأعتقد أنه ليس كافيا للبقاء على قيت الحياة ترامب بنى حملته الانتخابية على بنود منها وقف الحروب ولسيما في أوكرانيا فهل سيسمح باستغفاله في ربع ساعة بايدن الأخير في البيت الأبيض؟ ترامب رجل الحلب وليس رجل الحرب ترامب يحب الدولار أكثر من الدمار وبالنسبة له صواريخ بوتين أهون عليه من سيارات الصين يقال هذه روسيا تقول إن ضربتم أراضينا سنحرك الصواريخ النووية فترد أمريكا أعطينا أوكرانيا الضوء الأخضر والضربة قادمة أما أوكرانيا فأعلنتها ضربنا الأراضي الروسية وننتظر الرد فيأتي ترامب ليقول أية حرب عالمية تريدون أن تشعلها قبل وصولي زعيم كوريا الشمالية الرفيق كيم جونغ أون وتحت شعار لعبوني معكن وأنا بجيب لعبي معي تفقد معرضا عسكريا لأقوى أنظمة الأسلحة لديه بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمصممة خصيصا لاستهداف البر الرئيسي الأمريكي المصدر الرئيسي الأمريكي إيسا سميرة أنا أحمي شهادة الماجستير في الاقتصاد وانحرمت من بلدي بسبب إجرام بالشار الأسد وإجرام إيران وإجرام حزب الله نحن الشعب السوري من حب الحياة نحن ما كنا بنعرفكم علمونا أنه أنتوا بعبوا نحن اليوم تعرفنا عليكم أنا اليوم عندي أكتب من ألف صديق في تل أبيب وفي حيفا وفي كل أرجاع إسرائيل تعرفنا عليكم اكتشفنا أنه أنتوا بتحكوا لغة مثلنا وفي منتكم بحبوا يسمعوا لغة موسيقى عربية وانت خليتنا نحب إسرائيل انت بلطافتك وبتهذيبك هذا النكرة الذي لف كلامه وسائل التواصل يسمح لنفسه بأي تحدث باسم ملايين السوريين دون أن يبرز أي تفويض من أي أحد في المقابل الإعلامي اليمني أسعد الشرعي يقول إنه لا يميز بين إسرائيل وإيران لكن نفسه متقززة الآن مما يصفهم بمجاميع المتصهينين العرب الذين انتقلوا إلى مرحلة تأييد إسرائيل في حربها على غزة بحجة طهرانة المقاومة الفلسطينية يعني تاب على طهران حتى من أول هيديك؟ أنا كلاهما عندي سواء بالنسبة لي هؤلاء الأثنين سواء لكن في ناس يقرح هذا يقرح هذا فبالتالي أيد هذا أيد هذا ظنا منه أنه سيضرب هذا وبالتالي تصهينا كثير من بني جلدتنا وظهرت مجاميع كبيرة جدا تؤيد إسرائيل على نم ضد إيران بل ضد غزة ضد غزة يعني موجة التصهينا الذي ظهرت أعوذ بالله حاجة تقزز أفي خي أدرعي بل زغرا من حضراتكم لا يفوت مناسبة دون أن يمثل فيها دورا ناصح الحريص على المسلمين السنة من التمدد الشيعي وبهيز يعرف من يكتب له عظاته الدينية قادة حماس أنتم تتشبهون بملال إيران وأمثاله من حزب الله وغيرهم أنتم متشيعون رسميا وفق الحديث النبوي الشريف وعلى أسس النظام الإيراني ألم تقرأوا نصوص أهل ذكر من العلماء والفقهاء آباء الشريعة المحمدية الذين حذروكم بشكل واضح وصريح من خطورة الشيعة في نسخة النظام الإيراني هذه عليكم وعلى شعبكم هناك من صدق الإسرائيليين وغربانهم من كل الملل مش بس من اليهود من المسلمين وغيرهم كمان بأن أوروبا وأمريكا ومعهم إسرائيل ينتصرون للمسلمين السنة تحديدا الذين لم تتوقف غزواتهم للأراضي الأوروبية بالأمس القريب إلا على مقروبة من العاصمة الفرنسية باريس في المعركة الشهيرة بواتيه في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك فيما مشهد العسكر العثماني عند أسوار العاصمة النمساوية فيينا لم يفارق ذاكرة الغرب المسيحي حتى الآن وللذين ينفخون في نار الفتنة المذهبية من الطرفين سؤال برأيكم هل تفضل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل غلبة دول عربية على إيران أم غلبة إيران على العرب أم إنهم يحضرون لضرب الجميع أم إنهم أمم وديعة تسعى لإصلاح ذات البين في الشرق الأوسط الموقف الإسرائيلي الحقيقي يفضحه إيدي كوهين في حوار عبري ظن أن العرب ليسمعوه أو اطمأن إلى أنهم حتى لو سمعوه فليغير الأمر شيئا في الرؤوس الحامية الفارغة كوهين يؤكد أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة هو طوق النجاة لإسرائيل من نهايتها كحلم يهودي كل التقوفة ومن الآن بروح الشم السودين والشيء مهم جميعا في الشري وتعالي لأصنحا ألكس إن هايون مؤخدين تعالي لأصنحا مزاف تיכون إيران بسعوديا خبرين إيران بسعوديا مشتفين فعلا تعالي لأصنحا إيف هوا عينوه أو لا عينوه بعالم هذا والسخصوح هذا هو لا يتسك السودين والمهم يقولون لشيء أنتم لا مش باهيج معطرد علي بقلي بتستشهد بكوهين المهرج طيب يا سيدي هذا كوهين آخر أثقل من إيدي بمئات المرات زمير كوهين حاخام ديناصور يستحضر آيات من كتابه المقدس تدعو لإفناء العرب والمسلمين ويعتبر الفتنة بين السنة والشيعة محطة أساسية على طريق تحقيق الوعود التلمودية الكبرى يعني عزيزي إذا كنت سني بدك تكره الشيعة أو شيعي بدك تكره السنة وعندكم أسبابكم بلا شك مش رح نعمل عندكم شيوخ صلاح وحبوا بعض يا شباب بس ما تشتغلوا عند زمير اجعل المصريين يحاربون المصريين هل سمعت بهذه العبارة من قبل؟ لمن لا يعرف فإن أصلها آية في التوراة بسفر الخروج أما من أعادها للتداول اليوم هذا الحاخام الصهيوني المتشدد زمير كوهين الذي لم يكتفي بشن هجوم على الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بل ذهب حد المطالبة بالقضاء على كل المسلمين بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستندا لما ورد بالتوراة واجعل المصريين يحاربون المصريين لم يتوقف زمير عند ذلك الحد بل زعم أن العالم العربي سيشهد صراعا مذهبيا يبدأ بمطالبة المسلمين بالقدس ثم يتحول إلى اقتتال داخلي بين العرب أنفسهم كوهين هاجم المسلمين محذرا من توحدهم العالم الإسلامي اليوم يحاول استعادة ما يعتقده مجدا قديما لعصر نبيهم محمد حينما كانوا يقطعون الرؤوس كيف يعودون في عصر نار هذه الممارسات زمامير حاخام الإبادة الواعد البس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دون علمه عباءة المخلص مخلص المسيحيين من المسلمين الحاخام زعم ظهور زعيم مسيحي قادم يوحد المسيحيين لمواجهة الإسلام المسيح المخلص هو دونالد ترامب طبعا صحيح أننا لا يمكن أن نقول بمنتهى اليقين أن ترامب هو ذلك الزعيم المسيحي لكن أسلوبه الهجومي اللاذع وأنه لا يخاف أحدا وأنه يقول كل ما يفكر فيه فإن العلامات تؤكد أن خطوات النبوءة التاريخية في طريقها للتحقق ترجمة نانسي قنقر تأتي إلى الشأن اللبناني فتسمع تحريضا صريحا من الوزير الإسرائيلي الليكودي آفي داختر وباللغة العربية على اقتتال اللبنانيين فيما بينهم تحت بند نزع سلاح حزب الله يا شعب لبنان أنتم مش عدانة عدونا منظمة الارهاب الحزب الله الارهابية هيفو صدكو الذهبية يمكن لأخير انت عرفين شو لازم تعملوا عشان تخلصوا من حزب الله وتنكسوا بلاتكو شوفوا شغلكو لكن الإسرائيلية وبعد اتفاق وقف النار على الجبهة اللبنانية ليس معنيا بنزع السلاح التقليدي لحزب الله اللازم للحرب الأهلية اللبنانية الجديدة التي تخطط لها تل أبيب ربما بحسب الصحفي المناهض جدا لحزب الله علي الأمين بما يتعلق بالاتفاق أنه فيه سلاح ربما نقسمه إلى قسمين قسم اسمه سلاح حزب الله الموجه لإسرائيل وفيه السلاح اللي فينا نعتبره لبناني إذا صح التعبير بمعنى وظيفته داخلية ربما إسرائيل تتساهل في موضوع السلاح الداخلي وربما تحفز أيضا لأنه المتوقع ربما في مرحلة لاحقة إذا ما حلت هذه المسألة بدون ينشأ مشكلة داخلية لبنانية حول موضوع هذا السلاح وحاجة هذا السلاح خاصة مع انكفاء حزب الله وتراجعه من جنوب الليطاني وبالتالي ما هي الوظيفة؟ وعندما يجر الحديث عن المقاومة فإذا ما هي وظيفة هذه المقاومة؟ هل يمكن العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 8 أكتوبر 2023؟ في أسئلة عديدة ربما أيضا الإسرائيلي إذا افترضنا لأنه كمان نحن بنا نمتر الإسرائيلي شو رح يقول بمثل الاتفاق لكن إذا افترضنا مثلا إذا كان هناك سار الإسرائيلي فيه ربما هذه القنبلة ستنفجر في الداخل اللبناني وربما الإسرائيلي يخطط لهذا الأمر بعض الجهات التي تستحضر الفتنة المذهبية هي نفسها التي أوصلت الثورة السورية إلى منتصف البئر ثم قطعت حبلها لصالح نظام الأسد المؤيد بالطيران الروسي وغض الطرف الغربي العملي وليس الإعلامي وبفرح إسرائيل التي لم تقصف سيارة واحدة لحزب الله عندما كانت تتجه للقتال في سوريا يعلق مراقب يعتقد أن سنة لبنان وشيعته قد تعلموا الدرسة من سوريا المجتمع السنة بينحط على الرأس أنا شيخ شيعة ورح أقولها من كل قلبه المجتمع السنة المقاوم بينحط على الرأس ابن طرابلس والمنية والضنية وعكار وطريق جديد وابن بيروت واقليم الخروب وغيرهم لاستضافونا فتحونا بيوتهم وقالوا لضيوفهم الصدر لإلكهم وعتب لإلنا أقل شي تقول بحقهم أو بحقه للناس لقالوا سمحت سيدي السستانة هم أنفسنا هالمعركة أثبتت أن يدنا واحدة واعتصامنا بحبل الله واحد وقع أحد يجرب ويطلع يقول هذه تقية نحن شيعة محمد وآل محمد اللي شافنا بعان شافنا بأرواحنا وغزة أكبر شيهد لما تخاذلت الدنيا كنا السند والوتد وسنبقى السند والوتد لكل مسلم سن أو شيعة استنصرنا واستغيثنا والحمد لله رب العالمين الصحفي محمد بركات يدعو إيران إلى إعفاء شيعة العرب من انتصار دمائهم على السيوف وتجربة انتصار الدم الإيراني على السيف ولو لمرة واحدة كما وعدتكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا للشهيد السيد حسن نصر الله أقنع الشهيد نصر الله هؤلاء الناس أنهم منتصرين دائما بس وفق الشعار الثاني اللي هو انتصار الدم على السيف معظم الناس بتفكر أنه انتصار الدم على السيف هو جملة إلا علاقة بالسيرة الحسينية الكربلائية أنه بلك الحسين قيلها أو بلك أحد أصحاب الحسين غير صحيح هذه الجملة أطلقها الإمام الخمينة هذه الجملة اخترعها قائد فارسة ليطبقها العنصار العرب الشيع العرب وليموتوا فداءا لهذه الدولة الفارسية هن صبر الاستراتيجي والتراجع التكتيكي ونحن التضحي فلننتصر دماء الإيرانيين على السيوف أخرجونا من هذا السيف الإعلامي حسن علاء يؤكد أن قتال المقاومة في جنوب لبنان ليس من أجل إيران أو غيرها ويسأل هل يعقل أن الشعوب العربية الرافضة للاحتلال الإسرائيلي تشتغل عند إيران؟ لا هودة ما عم بيقاتلوا نيابا تنعين يران هودة عم بيقاتلوا دفاعا عن أرضهم ودفاعا عن أهلهم ودفاعا عن نظرتهم للأمن القومي وللأمن الوطني ودفاعا عن ما يرونه مصلحة للبنان ودفاعا عن حرية لبنان وعن سيادة لبنان وعن استقلال لبنان وإنت مفروض تراجع حساباتك كمان لأنك مش بس عم تتبنى السرديل الإسرائيلي أو فيه تقاطع بينك وبين السرديل الإسرائيلي بما يخص لبنان بس بما يخص كمان بما يخص فلسطين أنت بتوجه إيهاني كل مرة بتقولها لهاي بتوجه إيهاني لخيارات الشعب الفلسطيني وللشعب الفلسطيني نفسه وللشعب اللبناني وللشعب السوري وللشعب الأردني والمصري لكل الشعوب العربية لما أنت بتحصل الصراع بالمنطقة بأنه إيراني إسرائيلي رئيس حزب التوحيد العربي السياسي الدرزي وآم وهاب المقرب جدا من الرئيس السوري كان يمازح بشار الأسد ويقول له ابن هادي مبارح اتزوج وهو اللي اتفقنا نعمل رئيس هادي ممكن يعمل رئيس لكن والده لم يربيه ليكون شهيدا في جنوب لبنان يقاتل المحتلين الإسرائيليين ممكن في سوريا ربما بمواجهة ما يصفهم بالإرهابيين إذا ابنك اليوم قالك أنا بدي أطلع على جبهات العدو الإسرائيلي هل تسمح له؟ لا كل صراحة بقول لك لا ما بسمح له ابنك أغلى من هالشباب؟ مش أغلى من هالشباب إني أخذين خط الشباب معي أنا كنت ضد معركة الإسنين شو بقول لك يعني بجوب عليك يعني هيدا الزروب شو ببعطوا ليش وتكشفوا طيارة بس يقطع الأول يعني لا يطلع بيقوم بالدفاع عن وطن عم يدفع عن أرض أنا بمواجهة صراحة يعني في ناس عندها قناعة بتروحها الجنة أنا خسارة ابني ما بوزيع شي بالنسبة لي من بوابة جبل الشيخ قرر روي أموها بالانغماسة في الحرب السورية فأعلنها معركة أهلنا لازم ندعم بسوريا فلندعمهم بالمال بالسلاح بالرجال لا يحموا مناطقهم ويكونوا إلى جانب جيشهم ودولتهم مستعد حتى أنا شخصيا للمشاركة إذا أهلنا مضطرين لإلنا نحن إذا اضطرنا راح نكون جنود بجيش سوري كمانا ناصط سياسي في حزب القوات اللبنانية المناهض لإيران يصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالشهيد الذي لم يترك شعبه لكنه يدعو أنصاره إلى التفكري فيما وصفهم بتركهم بالمعركة أنا قوات لبنانية مش حسن نصر الله أمين عام حزب الله الله يرحمه ما فيه ما احترمه كاريزماتيك على القليلة استشهد بأرضه وما ترك شعبه مش مثل غيره هرب اليوم أكتر من موتة أمين عام حزب الله حسن نصر الله بيستدعى رد مزلزل هيدا هو الرد هل البيئة الشعية راضية؟ هل بيئة حزب الله راضية بهيدا الرد؟ بعد ما فهمته بعد ما فهمته شو عم بيعملوا فيكم كيف عم بيتجروا فيكم كيف عم بيبيعوكم انتو عم تدفعوا التمم بالأول ونحن وراكم الشاعر والملحن فارس اسكندر ينتقد على طريقته ما يصفه باللت والعجن في وسائل التواصل وفي الإعلام ويتمنى تعطل الإنترنت في لبنان لك بيه حرب الالفين وستي ما كنا نعجن واللت ولن ناقش أفكار مردتي رأي البيك ورأي الست ولالدنيا بوستات تشتي ولفتني وحرام نزت ولتقولي بالموت شمتتي ولأسترجي قولي شمت ما كان حدا عنده منصة لا هشام ولا إليسة لك العالم ما كان طالع حصة مضبوبة وأكلها العت وحتى الكهارب مقطوعة كانت من أول أسبوع ولك تظل العالم مجموعة وتتبقى الفتن ممنوعة لازم فجأة نام ونوعا لا إنقصة في الإنترنت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وقيادي فلسطيني وتشمل مذكرة التوقيف رئيس المزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف جلنت بالإضافة إلى القيادي في حركة حماس محمد الضيف على الحالمين بتحول هذا المشهد الرمزي من السويد إلى حقيقة أن يراقب نشرات الأحوال الجوية في مسارات رحلات نتنياهو الخارجية بالطائرة فالسبيل الوحيد لإلقاء القبض عليه هبوط اضطراري لطائرته في أحد مطارات الدول المستعدة لتسليمه إلى العدالة الدولية الغائبة لأنه حتى لو هبط في هذا الاحتمال النادر سيرفع من قبل الهابطين تلك الحالة هي أن يكون على سفر سواء إلى حليفته أمريكا أو إلى دول أخرى غير ملزمة بتطبيق قرار الجنائي الدولية ثم تحصل مشكلة في طائرته وتضطر للهبوط على أراضي دولة عضو كأوروبا الغربية مثلا فعندئذ سينفذ القرار بدون تردد ويجري اقتياده إلى لاهاي الدبلوماسي الأول للاتحاد الأوروبي كان صريحا القرار يجب أن يحترم وينفذ رئيس البرازيل السابق اليمني جايير بولسونيرو متهم بالتخطيط لانقلاب عسكري فلماذا لم يتعلم من الدول الإسكنديمائية القيام بانقلاب مغلف شعبيا فيسمى دلعا ثورة صحيحية يعود الرئيس السابق جايير بولسونيرو إلى واجهة الأحداث في البرازيل مع اتهام من العيار السقيل الشرطة الاتحادية اتهمته بمحاولة الانقلاب على السلطة بمساعدة من وزراء سابقين وعدد من مساعدية وذلك عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2022 ويوم ثلاثاء الماضي اعتقلت الشرطة خمسة عسكريين قالت إنهم حضروا لخطة إما لإطلاق النار على الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا أو لتسميمه وذلك بعيد فوزه في الانتخابات علي أن أكون ممتنا لأنني على قيد الحياة محاولة تسميم مع نائب لم تنجح ونحن ما زلنا هنا بولسونيرو من جانبه ينفي كل هذه المزاعم ويعتبر نفسه ضحية بولسونيرو تعرف عنه فضاضاته في التواصل السياسي والديبلوماسي والكل يذكر الأزمة التي افتعلها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد نشره تعليقات مهينة لزوجته في حين رد الرئيس البرازيلي بمنشور على فيسبوك قارن فيه بين مظهري زوجته ميشيل وبغيجيت زوجة ماكرون في تعليق أثار انتقادات واسعة ووصف بأنه متحيز جنسيا إنه أمر محزن محزن له أولا وللبرازيليين أعتقد أن النساء البرازيليات يشعرن بالخزي على الأرجح من رئيسهن لاحظوا تهديب الرئيس الفرنسي في رده على إهانات رئيس البرازيل لزوجته بريجيت هذا التهديب يفتقده ماكرون حين يخاطب الدول الضعيفة نسبيا هيتي ليست بقوة البرازيل طبعا فمن السهل على الرئيس فرنسا وصم مسؤوليها بالغباء مع أنهم لم يسيء له ولعائلته لكنها نوستالجيا الامبراطورية الفرنسية الوصائية خارجية هيتي استدعت سفير مكرون اعتراضا على الشتيمة ختاما يقول الإمام علي كرم الله وجهه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا مهما كان وزنك في هذه الدنيا فإنك يوما على النعش محمول وفي القبر متفود إلى اللقاء مولاي إني ببابك قد بسط يدي ملي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي 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 مولاي